وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه عجمعين سألني بعض الأفاضل والفضليات عن كيفية ضبط الفتح والتقليل والإمالة ولعل هذا يكون مقدمة أو باكورة في بعض الأشياء الدقيقة في الأداء تحت عنوان كل من عند ربنا فقد ورد عن القراء رحمهم الله كما نقلوه عن أئمتهم الفتح والتقليل والإمالة وكل ورد على حسب ما تلقاه الإمام عن شيخه إلى منتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل أما الفتح فهو فتح القارئ فاه بالحرف أما نقول مثلا وَالضُّحَا حَاءَ وَالضُّحَا حَاءَ ينفتح الفم هكذا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى هكذا الفكين متباعدين والفم منفتح وَالضُّحَا حَاءَ وورد عنهم أيضا الإمالة والإمالة هي أن تنحو بالفتحة جهة الكسرة وبالألف جهة الياء فنقول هنا مثلا وَالضُّحِ حِي ننحو بالفتحة جهة الكسرة من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه وَالضُّحَا هذا الفتح وَالضُّحَا حَاءَ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى الآن ننحو بهذه الفتحة جهة الكسرة وَالضُّحِي حِي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجِئ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِي وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِي هكذا من غير قلب خالص يعني ما أقلبها إلى كسرة محضة ما يصلح أقول وَالضُّحِي حِي هذه ليست إمالها وإنما هي كسر خالص سَجِي هذه غلط ضُّحِي غلط أو وَالضُّحِي سَجِي قَلِي الْأُولِي هكذا لو أخذنا في وسط الكلمات كما يميل بعض القراء أصحاب النّير زي ما بعضهم يقول نضبطها على وزن إيه ليه أو ليل أو بيت أو صيف هكذا ضبط الإمالة نأخذ هذا الميزان ونضبطها عليه لذلك أقول وَالضُّحِي زي ليل أو النّير الأبرير وهكذا ضُّحِيها والشمس وضُّحِيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها أو النهير إذا جليها جليها هكذا على وزن ليل صيف بيت إيه ليه كل هذه الإيه والفتح والإمالة لغتان فصيحتان فاشيتان على ألسنة العرب والفتح لغة أهل الحجاز عامة أهل الحجاز والإمالة لغة عامة تمين ونجد وقيس وبينهما روى القراء أيضا التلطيف أو بين بين أو بين اللفظين وهو بين الفتح وفتح العرب هو الفتح المتوسط نقول كما قرأنا وَضُّحَى أما نقول وَضُّحَى بالفتح الفغر هذا الفم بالزيادة هذا هذا فتح الأعاجم هذا ما ما يجوز في القرآن وَضُّحَى الفتح المتوسط والإمالة لا يكون فيها الياء المحضة ضحي غلط وَضُّحَى فتح متوسط لا يزيد ولا يدخل عليه الواو زي ما بعض الأعاجم يقرؤون مثلا ضحو لا وَضُّحَى حافتح متوسط لا تدخله الواو ولا يبالغ في الفتح زيادة وإذا أملنا لا نصل إلى الياء أبدا ولا نقترب منها وسط بين الألف وبين الياء إذن فعندنا الفتح كما قلنا هو الفتح المتوسط والإمالة ننحو بها إلى ما يعني بين الفتحة وبين الكسرة ننحو بالفتحة نحو الكسرة وننحو بالألف جهة الياء طيب إذا نحن عندنا مثلا كلمة النهار من أين تبدأ الإمالة تبدأ من الحرف اللي قبل الألف النهي النهير أما واحد يقول النهير لا من الحرف المباشر للألف الحرف المباشر للألف اللي قبل على النهير الأبرير ما أقول أبي ما هذه الباء ما لها علاقة إذن عندنا الإمالة تباشر الحرف الذي قبل الألف مع الألف طيب التقليل هو وسط بين الفتح تقولنا الفتح العرب الفتح المتوسط والإمالة يعني ما يقول مثلا وضح فتح وضح إمالة بينهما وضح بدل ح والليل إذا سج ما ودعك ربك وما قلى ولل آخرة خير لك من الأولى ولو جاء على ورش مثلا ولل آخرة خير لك من الأولى طبعا فيها بدل مثلا ولا سوف يعطيك ربك فترضى هكذا ترضى فترضى مثلا لو إن بعدها ها عشان هذه كثير من الناس يخطئون فيها مثلا والشمس وضح وضح أما أقول بالإمالة وضح ها الألف اللي بعد الح هي اللي تمال فقط والألف الثانية مستقيمة اللي هي ألف اللي بعد الها وضح والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها أو والنهير إذا جليها جليها ها الألف الأخيرة هذه ما لها علاقة بالموضوع جليها والجيم ما لها علاقة الحرف المباشر لله للألف جليها الجيم ما نأتي والنهير ما أقول والنهير لا والنهير وهكذا أيضاً فيه البعض يخطئ في الألفات العادية في الكلمات العادية لو أخذنا الفاتحة سريعاً الحمد لله لله لازم الألف تكون مستقيم لله البعض يقرأ الألفات ما إله لله 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 هذه ما هي صحيحة لله لله رب العالمين لله رب العالمين هذه تقليلات هذه ما تجوز في قراءة الرحمن الرحيم ما نقول الرحمن الرحيم عند بعض الناس يقرؤونها كذا خطأ مالكي ما الألف مستقيمة مالكي ولا تكون مفخمة مالكي هذا على البدو لا هذا مالكي مالكي يكون فيها الترقيق المناسب لها مالكي مالكي وهكذا يعني لعلنا نكون أوجزنا يعني بعض أمثلة للفتح والتقليل والإمالة ونؤكد أيضا على أن بعض الناس كما ذكرنا في الآخر هذا المختصر يأتون بالألفات العادية التي لم يقللها أحد من القراء أكثر ألفتهم ممالة حتى الفتحة نفسها الفتحة نفسها مثلا يقول كتاب الله لا كتاب كتاب الفتحات كده كتاب كتاب لا كتاب فتكون حتى الفتحات حتى لو ما بعدها ألف أيضا تكون يعني مستقيمة مع انفتاح الفم الفتحة المناسبة وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم غليم موسيقى